بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي ونواصل شرح وحل تدريبات مادة اللغة العربية ومع النص الشعري العلم والعمل للشاعر والأديب مصطفى صادق الرافعي كنت بشرح هذا النص في الفيديو السابق أرجو أن تعود إليه حتى تستفيد أكثر من هذا الحل هيا بنا نبدأ مع حل هذه الأنشطة ولكن في البداية وكالعادة أذكره بالإعجاب بهذا الفيديو أعمل إعجاب بهذا الفيديو وشاركه أعمل مشاركة على صفحتك على الإنترنت حتى يستفيد منه الآخرون كذلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هيا بنا نبدأ مع حل هذه الأنشطة طبعا في هذا الفيديو نكون بحل جميع هذه الأسئلة أنشط الأضواء كذلك حل تطبيقات المتحدرة وحل أسئلة اختبار نفسك في هذا الفيديو فتابع معي حتى النهاية النشاط الأول اقرأ ثم أجب يقول الشعر آفة العالم ألا يعمله وشقى الجاهل ألا يسأله إنما العلم كمثل المال إنما العلم كمثل المال لا تنفع الأموال حتى تبذل طيب هات معنا شقى قلنا شقى هو العسر والتعب والشدة عسر وتعب وشدة ومضاد كلمة الجاهل كلمة الجاهل عكسها العالم بكسر اللام وجمع كلمة العالم بكسر اللام طبعا العلماء ضع علامة صح وعلامة خطأ ليس من الضروري أن يعمل العالم بعلمه طبعا هذا الخطأ هدف النص هو أن يعمل العالم بعلمه شبه الشاعر العلم بالمال في البيت الثاني يقول إنما العلم كمثل المال طبعا مثل أداة التشبيه وآدي العلم وآدي المال إذن إجابة صحيحة شبه العلم بالمال متى يصبح الجاهل شقيا كما فهمت من البيتين وقال شقى الجاهل ألا يسأله بإذن يصبح شقيا عندما لا يسأل ولا يستفسر عما يجهله أو عما لا يعلمه في هذه الحالة يصبح شقيا هدف من البيتين تعبيرا مجازيا من التعبيرات المجازية يمكن مثلا نقول هنا آفة العالم اللا يعملا حيث شبه الشاعر شبه عدم العلم طبعا عدم العمل عدم العمل بالعلم بآفة تصيب هذا العالم بهذا تشبيه مرة أخرى شبه عدم العلم بالعمل بآفة بمرض بطبعا بعيب يصيب العالم كذلك هناك تشبيه سهل آخر وهو إنما العلم كمثل المال العلم كمثل المال حيث شبه العلم بالمال في هذا طبعا شبهه في عدم النفع إذا لم يبذل المال إذا لم يعمل بالعلم أيضا من أساليب النفي أسلوب نفي طبعا كما قلنا عندنا لا نافية كذلك لم نافية وفي ما نافية يقول مثلا هنا لا تنفع هنا لا يعمل لا يسأل بكل هذه من أدوات النفي فهذا أسلوب نفي فتقول لا يعمل لا يسأل لا تنفع الأموال استخرج من البيت الثاني جملة فعلية وبين ركنيها كلمة لا تنفع الأموال أيضا لا تنفع الأموال هذه جملة فعلي لا تنفع الأموال حتى تبذل طيب أين الركنيها ركنيها يعني الفاعل والمفعول الفعل تنفع فعل مضارع والفعل هو كلمة الأموال فاعل مرفوع لما ترفع الضم فعل أنه جمع تكسير النشاط الثاني ولكل الناس فقر شامل والغني فقره أن يبخل وأخ العلم كرب المال لا يستزيد المال حتى يعمل معنى كلمة شامل يقول ولكل الناس فقر شامل كلمة شامل بمعنى كما قلنا عام أو كلي عام أو كلي طبعا عام بتجديد المين ومضاد كلمة يبخل يمكن يعطي أو يبذل طبعا ليست يساعد بيزا الأولى والثاني جمع المال الأموال أكمل ما يأتي الغني يصبح إذا بخل بماله يصبح فقيرا في حالة إذا بخل بماله في البيتين شبه الشاعر شبه صاحب العلم يقول وأخ العلم كرب المال يعني كصاحب كصاحب المال متى يستفيد العالم في السؤال جيم هنا متى يستفيد العالم بعلمه كما فهمت من البيت الثاني متى يستفيد هو يقول وأخ العلم كرب المال لا يستزيد المال حتى يعمل يبقى إذن متى يستفيد العالم بعلمه متى يستفيد العالم بعلمه طبعا إذا عاملا به هذا هو هذا هو الشرط في هذه الحالة يستفيد من العلم السؤال دال أكمل لا يستزيد المال لا طبعا لا هنا نافية فهذا أسلوب نافية من أدوات النفية كما كنا لا ولم وما اختر الصواب الجذر اللغوي لكلمة يعمل الجذر اللغوي اللي هو أصل الكلمة اللي هو الفعل الماضي المكوم من ثلاث حروف كلمة عاملا كلمة عاملا نأتي منها بالفعل مضارع يعمل وكذلك عامل وعملة ومعمول العلم أو أخو المال إذا صاحب العلم أو صاحب المال ومضاد كلمة أسوأ أسوأ عكسها طبعا أفضل وجمع كلمة الورقة الأوراق ضع علامة صح أو خطأ لا يستفيد العالم بعلمه حتى يعمل به إجابة صحيحة فيما يتشابه العالم مع صاحب المال ما هو وجه الشبه هنا بين العالم وبين صاحب المال هو قال وأخ العلم كرب المال لا يستزيد المال حتى يعمل يعني العالم لا يستفيد بعلمه إلا بالعمل به كذلك صاحب المال لا يستفيد من ماله أو لا يزداد وينمو ماله إلا بإنفاقه والمتاجرة به واستثماره كما ذكرنا في الشرح بعد ذلك أكمل ما يأتي كلمتا لهما نفس القافية القافية تأتي في نهاية الأبيات والقافية هنا هي اللام المفتوحة وطبعا بعدها ألف الإي الإطلاق فنقول يعمل أفضل إذن هذه هي القافية تأتي في نهاية كل بيت الكلمة التي طبعا القافية هذه تعطي يعني أنها مائي موسيقية الكلمة التي على وزن كلمة يستقيل يستقيل كلمة على نفس الوزن نفس عدد الحروف ونفس التشكيل في هذا البيت كلمة يستزيد يستزيد هكذا يستزيد طبعا نفس التشكيل ونفس عدد الحروف انطلقت الفتيات إلى الرحلة طبعا هذا هو الخطأ الخطأ هنا كلمة انطلقت التأنيف الفتيات هي التي طبعا هنا هن هن الذين انطلقنا أو التي انطلقنا فنقول طبعا الفتيات فاعل فاعل مرفوع على مدرفعه الضم النشاط الرابع يقول وإذا لم يكو إلا علمه كانت الأوراق منه أفضل خاب من قال ولم يفعل فما يفلح القائل حتى يفعل هات معنى كلمة يفلح كل معنى كلمة يفلح يعني يفوز أو يظفر أو ينجح كل هذه من معاني الكلمات لكلمات يفلح أيضا هات مضاد كلمة القائل مضاد كلمة القائل ممكن مثلا الصامت أو الساكت طيب بعد ذلك جمع كلمة علم طبعا جمع علم علوم أكمل ما يأتي إذا لم يعمل العالم بعلمه كانت أفضل منه طبعا كانت الأوراق الأوراق والكتب التي كتب فيها العلم كانت أفضل منه لم يفلح العالم في حياته لن طبعا تفيد مستقبل تدلها مستقبل لن يفلح العالم في حياته طبعا حتى يعمل بعلمه أو بما تعلمه ما النتيجة المترتبة على عدم اهتمام البلاد بالعلم والعلماء كلنا في ورد إلينا هذا طبعا السؤال وهو موجود في الشرح أيضا كلنا سوف ينتشر الجهل والتخلف في البلاد وبالتالي في النهاية ينتشر طبعا كما كلنا الجهل ويتدهور الاقتصاد اقتصاد البلد هات من البيت الثاني كلمتين متضادتين يعني عكس بعض مثلا يمكن هو قال هنا خابة وهنا يفلح خابة ويفلح طبعا الاتنين عكس بعض يعني طبعا يفلح بمعنى يفوز وهنا خابة معنى خسرة هات عائلة الكلمة عائلة هذه الكلمة يفلح يمكن ايضا ان نقول تفلح باتاء او افلح ده طبعا فعل مضارع او افلح ده فعل ايه طبعا ماضي بعد ذلك يمكن مثلا نقول الفلاح ايضا يمكن ان نقول اذا اتينا بحرف النون ايضا يمكن ان نقول نفلح هكذا الفلاح الفلاح او الفلاح هكذا كلمة ايضا المفلح هيا بنا الى حل التطبيقات المتحررة على هذا النص الشعري يقول الشاعر نصيف اليازجي في ديوانه عليك بالعلم فاطلبه بلا كسري واعمل فان حياة العلم بالعمل علم لا علم بلا عمل لا تستفيد به ولا تفيد فتمضي خائب الامل ما اشرف العلم في الدنيا واجمله فذاك خير من الاملاك والحللي اختر الاجابة الصحيحة ومرض في كلمة تفيد كلمة تفيد يعني تنفع النفع يعني الفائدة ومضاد كلمة العلم الجهل وجمع الدنا جمع كلمة الدنيا طبعا لقدنا ضع علامة صحوة علامة خطأ العلم بلا عمل قد نستفيد به طبعا هذا خطأ لن نستفيد بهذا العلم بدون العمل العلم خير من الاملاك والحللي التي نمتلكها الاشياء والزينة التي نمتلكها طبعا الاجابة صحيحة اكمل حياة العلم يقول الشعر حياة فإن حياة العلم بالعمل حياة العلم شبه الشعر شبه بالانسان الذي يحيا طبعا شبه العلم شبه العلم بانسان يقول حياة العلم العلم يعني ليس في حياة يعني الذي لديه الحياة الحقيقية هو الإنسان بإذن هذا تشبيه لماذا ينصحنا الشاعر بالعمل بما نتعلم لماذا انصحنا الشاعر بالعمل حتى نتعلمه حتى تكون يعني منه فائدة تكون منه فائدة وثمرة يكون له وأثر لا بد من العمل حتى نستفيد منه حتى يكون له أي فائدة لن نستفيد من العلم إلا بإذا يعني عملنا به بيّن على متائع ربما تحتخط الطائرات حديثة طائرات حديثة طائرات ومتدأ مرفوع على مترفعه إلى الضمة بإذا علامة رفع هنا الضمة الظاهرة حصد الفلاح محاصيل حصد فعل ماضي الفلاح فاعل وكذلك محاصيل مفعول به مفعول به منصوب وعلامة مصبه الفتحة الفتحة الظاهرة على حرف الإعلام لأن المحاصيل طبعا ده جمع تكسير ننتقل إلى النشاط الثاني يقول الشاعر عبدالعزيز العلجي في ديوانه أفتيان قومي وجه الهمة كله إلى العلم معمولا به وذروا الكسل وذروا الكسل فما العز في الدارين إلا مدينة مشيدة الأركان بالعلم والعمل اختر الإجابة الصحيحة مراد في كلمة ذروا يقول ذروا الكسل يعني تركوا الكسل مضاد كلمة الكسل عكس الكسل النشاط مفرد كلمة الأركان الركن أكمل ما يأتي يطلق الشاعر من أبناء قومه أن يهتموا بماذا؟ أن يهتموا بالعلم بالعلم أن يعملوا به تبنى أركان العز طبعا تبنى بالعلم والعمل تخير الصواب فما العز في الدارين إلا مدينة هذا تعبير طبعا مجازي يقول فما العز في الدارين إلا مدينة شبه العز بمدينة هاتمنا البيتين كلمة على وزن سفينة سفينة يبقى إذن كلمة مدينة نفس عدد الحروف ونفس التشكيل كلمة لها نفس النهاية نفس النهاية يعني يكون أخير حرف النون أيضا من هذه الأبيات يمكن أن نقول مثلا كلمة الأركان كلمة الأركان وأيضا في البداية قال فتيان فتيان جمع فتاة فتيان إبا إذن تنتهي بالنون هذه كلمات لها نفس النهاية السؤال الثاني ثني وجمع ثني وجمع الجملتين الآياتين مراعين على علامة الأعراب يريد المسنى والجمع أيضا المعلم ماهر المعلم ماهر في حالة المسنى يعني نأتي بزيادة الألف والنون فقط فنقول المعلمان ماهران في حالة الجمع يبا إذن زيادة الو والنون ده في حالة الرفع فنقول المعلمون ماهرون الكلمة كما هي ولكن نزيد عليها الو والنون أو الو والنون طبعا في حالة الجمع جمع مذكر السالم كذلك الألف والنون في حالة المسنى قرأ الطالب رواية ممتعة نقول قرأ الطالبان أيضا رواية ممتعة طيب في حالة الجمع نجمعها هنا جمع تكسير فنقول قرأ الطلاب رواية ممتعة النشاط الثالث قال عبد الملك ابن إدريس في ديوانه واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأثناء مفخري فاسلك سبيل المقتفين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتري بالكتب والعلم يعني والعلم ليس بنافع أربابه أصحابه يعني ما لم يفد عملا وحسن تبصري نبد من العمل بالعلم فعمل بعلمك توفي نفسك وزنها لا ترضى بالتضيع وزن المخسري هات من الأبيات مراض في كلمة أعظم يريد من الأبيات طبعا كلمة أرفع أرفع بمعنى أعلى وأعظم مضاد كلمة دار مضاد كلمة دار مناء الأبيات طبعا كلمة نافع عكس النافع والمفيد بالدار مفرد كلمة الدفاتر كلمة الدفتر إلى ما أشار الشاعر في البيت الثالث البيت الثالث يقول والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري شير يعني إلى عدم عدم نفع العلم لصاحبه طبعا عدم نفع العلم لصاحبه بدون العمل به بدون العمل به لن ينتفع صاحب العلم بهذا العلم الذي يتعلمه إلا إذا عامل به هذا هو الشرط تخير الصحب إن السيادة تقتنى بالدفتر إن السيادة تقتنى بإيه بالدفتر طبعا هذا تعبير مجازي غير حقيقي لأنه شبه السيادة ديك بشيء يعني بشيء إيه بشيء يقتنى شيء يقتنى شيء إيه يدخر طبعا هذا تعبير إيه مجازي غير حقيقي هات من الأبيات كلمتين لهما نفس القافية القافية ابحث في نهاية الأبيات كل هذه هي قافية الرأي المكسورة هنا إذا تقول مفخري دفتري تبصري مخسري كل هذه النهايات هي القافية في نهاية الأبيات استخرج من الأبيات جمع تكسير جمع تكسير جمع تكسير يعني لا ينتهي بالإيب والنون أولياء الأولياء والنون بس اللي هي الزائدة مثلا إذا كلنا كلمة بنفع أرباب أرباب يعني أصحاب أرباب اللي هي جمع رب لاحظ طبعا الجمع حصل في تغيير خلاص فهو ليس جمعا سالما جمع مذكر سالم ممكن نقول المقتفين المقتفين طبعا هي في المفرد المقتفي فإذا كانت زيادة الياء والنون والمفرد بقي سالما كما هو النشاط الرابع قال ابن الوردي في ديوانه اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقول قد ذهبت أربابه كل من سار على الضرب وصل في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم يا صاحي العمل إذن الجميع اعتفق على أنه لا بد من العمل بالعلم اختر إجابة الصحيحة مرادف مرادف كلمة أرباب كما قلنا أرباب يعني أصحاب رب بمعنى صاحب أو مالك مضاد كلمة أبعد أقرب القريب البعيد وجمع كلمة العمل العمل الأعمال ضع علامة صحوها علامة خطأ من يدرك قيمة ما يسعى إليه يتحمل المشقة لأجل الوصول إليه طبعا إجابة صحيحة كلام مضبوط من يدرك قيمة ما يسعى إذا أدركت قيمة أهمية الذي تسعى إليه فبالتالي سوف تتحمل المشقة حتى تصل إليه في النهاية حتى تحقق هدفك يظهر جمال العلم وبهاءه عند العمل به إجابة صحيحة جمال العلمي يا صاح العمل هات من الأبيات كلمة على نفس وزن كلمة الصعب كلمة على نفس وزن كلمة الصعب طبعا نفس الوزن يعني نفس عدد الحروف ونفس التشكيل هذه الكلمة هي كلمة الدرب الدرب لاحظ نفس عدد الحروف وأيضا نفس التشكيل هنا أل ثم بعد ذلك الحرف الذي بعد أل لا بد أن يكون مشددا هنا شدة وفتحة يبقى لازم نأتي بكلمة نفس التشكيل ما ينفعش تكون التشكيل مختلف لو التشكيل مختلف يبقى مش نفس الوزن خلاص يبقى إذن شدة وفتحة يبقى هنا الحرف الثاني شدة وفتحة الحرف اللي بعد كده ساكن الحرف هنا ساكن وهكذا كلمتين لهم نفس القافية القافية سهلة اللي هي بتكون في نهاية كل بيت هنا اللي هي تنتهي الكلمات التي تنتهي بالله من الساكنة الكسل ما بذل وصل العمل كل هذه الكلمات لها نفس الإيه القافية فممكن مثلا تقول كلمة الكسل العمل الكسل العمل هنا طبعا نفس القافية ونفس الوزن أيضا كلمة بذل كلمة بذل كلمة وصل أيضا نفس القافية ونفس الوزن هنا لاحظ واكتشف طيب بعد ذلك أكمل أهل الكسل هذا تعبير مجازي تعبير مجازي يعني غير حقيقي ليه لأن طبعا شبه الكسل بقولك أهل الكسل شبه الكسل بإنسان له إيه بإنسان له أهل هل الكسل ليه أهل لا يبقى شبه الكسل بإنسان له إيه أهل تشف الخطأ فيه ما يليس ما صوّبه تعمل العامل بجد طبعا مفروض نقول يعمل هكذا بالياء وليس بالإيه بالتاء التاء دي خاصة بالإيه بالمؤنس طيب إنما هنا يعمل حالة المذكر يعمل العامل بجد أو مثلا في حالة المؤنس نقول تعمل العاملة بجد شرح المعلي شرح من اللي شرح المعلمون المعلمون فاعل مرفوع لما ترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم ونصل أخيرا إلى حل سئلات اختبر نفسك على النص الشعري أيضا السؤال الأول اقرأ ثم أجب قال أحمد الحملوي في ديوانه وليس للعلم من نفع بلا عمل مهما قرأت أو استظهرت أسفاره علم بلا عمل روض بلا ثمر لا ينفع الروض إن لم تجني أثماره يبقى إذن الكل يجمع على أنه لا بد من العمل بالعلم حتى لو أنت حفظت الكتب كلها ما ينفعش لازم تعمل بما يتعلم مضاد كلمة النفع عكس النفع أو الفائدة طبعا عليه الضرر بعد ذلك جمع العلم العلوم أكمل ما يأتي لا يظهر نفع العلم لا يظهر نفع العلم إلا بعد العملي العملي به العلم بلا عمل مثل الروض بلا ثمر زي الحديقة مثل الشجر اللي هو بدون ثمر لا فائدة منه هذ من البيتين تعبيرا مجازيا تعبير مجازيا غير حقيقي مثل يقول من التعبيرات غير حقيقية هذا التشبيه هنا يقول علم بلا عمل هذا الجزء الأول شبهه بروض بلا ثمر يعني شبه العلم بالروض وشبه العمل بالثمر بهذا هو التشبيه طبعا تعبير مجازيا تعبير مجازيا بعد ذلك كلمة لها نفس نهاية كلمة الفيض نفس النهاية عن نفس الحرف الأخير اللي هو حرف الضاد مثلا كلمة للروض الروض طبعا اللي هي مفردة للروض متى يكون العلم نافعا يكون نافعا عندما يعمل به ننتقل إلى السؤال الثاني أجب عما يلي حدد حرف الجر والاسم المجرور ثم أبين علامة الجر طيب فرحة روان بالهدية طبعا يريد حرف الجر حرف الجر هنا الباء بي بي بالهدية الاسم المجرور طبعا هو كلمة الهدية وعلامة الجر الكسرة اسم مجروب الباء وعلامة جره الكسرة طيب يقفز القرد على الأشجار حرف الجر على طبعا دي في الآخر ألف ولما مفتوح طيب يقفز القرد على الأشجار طبعا الأشجار اسم المجروب على وعلامة جره الكسرة أيضا دافع المحامي عن المظلوم هو حرف الجر كذلك المظلوم اسم مجروب عن وعلامة جره الكسرة أيضا يضبط ما تحتوي خط مراعي الموقع الإعرابي عاد الطلاب من المدرسة المدرسة اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة لأنه مفرد يحارب الجنود كالأسودي اسم مجرور بإيه بالكاف وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير صوب إملائيا ما تحتوي خط الأكواب ممتلئة بالعصير ممتلئة طيب الهمزة هنا ترسم على نبرة لماذا؟ لأن الهمزة مفتوحة وقبلها كسرة الكسرة أقوى من الفتح فبالتالي أناسبها أن ترسم هذه الهمزة متوسطة ترسم على نبرة أو على ياء تابع معي الفيديو القادم نقوم بشرح القواعد النحوية نشرح درس الجر والمجرور نشرح حروف الجر والأسماء المجرورة وكذلك سبب الجر وعلامته الأصلية هذا في الفيديو القادم بإذن الله ونقوم أيضا بحل التدريبات كاملة عليه سوف تستفيد بكل تأكيد من هذا الدرس درس القواعد النحوية تابعونا في الفيديو القادم في النهاية شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة تمنيتي لكم بكل التوفيق والنجاح لا تنسى في النهاية الإعجاب بالفيديو اعمل إعجاب اعمل لايك وكذلك مشاركة الفيديو اعمل شير على قناتك أو على صفحتك على الإنترنت حتى يستفيد منه الجميع أيضا لا تنسى الإعجاب لا تنسى المشاركة اشترك الآن إن لم تكن قد اشتركت وكذلك فعل زر الجرس يصل إليكم كل جديد باستمرار لا تنسوا الدخول على قوائم التشغيل تجد جميع الدروس مرتبة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته